موسيقى سنة 2009 سهما في كتابة التقرير الوطني لحال التنمية البشرية في العراق في الفترة المتراوحة بين سنة 2009 و2014 شكرا سيدي رئيس الجلسة السلام عليكم سيداتي الفضليات سادتي الأفاضل عنوان ورقتي مثل ما تفضل سيد رئيس الجلسة هو مجموعات العنف ومنطق السياسة ويعني الورقة تتضمن عنوان فرعيا للإختصار هو رفع من البرنامج مجموعات العنف ومنطقة السياسة دراسة في مصدر نشأة مجموعات العنف وعلاقتها بالتنظيمات السياسية ومصيرها ولأن الأمثلة المستمدة أو الواقع الذي درسته الورقة مستمد من تجربة العراق وضعت العراق مثالا وإن كان سترون أنه هناك محاولة لوضع بعض الصياغات النظرية في هذا الموضوع يدرس هذا البحث ما يسميه مجموعات العنف وهي المجموعات التي تستعملها المؤسسات السياسية من دولة وأحزاب وما إلى ذلك بوصفها أدوات عنفية أو أنها تنشأ هذه المجموعات أو أنها تنشأ في سياقات سياسية محددة لتمارس العنف السياسي من دون أن تكون تحت رعاية تنظيم سياسي مؤسسي وفي العادة يمكن أن يشمل هذا التعبير مجموعات تمارس العنف السياسي جرت سابقا دراستها وتصنيفها وتنميطها والاصطلاح عليها في العلوم الاجتماعية والإنسانية من قبيل الميليشيات والمرتزقة ميرساناريز وعصابات الجريمة المنظمة هذه الفئات الثلاث تختلف فيما بينها إما في التركيب والبنية الداخلية أو في الغاية هذا ذا اتفقنا على أن الوظيفة التي تؤديها هذه الفئات جميعا هي العنف وما جعلنا نجمع هذه الفئات معا وبعضها يوحي بأنه بعيد عن العنف السياسي ولا سيما عصابات الجريمة المنظمة هو ملاحظتنا للتجربة العربية ومنها العراق من سيولة الحركة والانتقال بين هذه الفئات ميليشيات عصابات ومرتزقة فكثير من عصابات الجريمة المنظمة استعملت بوصفها أدوات عنف سياسي من قبل تنظيمات سياسية أو أدمجتها داخلها ميليشيات في صراعات سياسية وكثير من الميليشيات تحولت إلى مجموعات مرتزقة وهكذا أن استعمالنا تعبير مجموعات العنف لا يهدف إلى ابتكار مصطلح جامع لهذه الفئات السالفة بل إلى بيان مكانة مجموعات العنف والأدوات العنفية في المجال السياسي العربي سواء تبنينا المقاربة الأنثروبولوجية عن أن العنف هو مكون ثقافي أو تبنينا المقاربة السياسوية التي تتحدث عن أن العنف أصبح تدريجيا من تقاليد المجال السياسي العربي وأكثر من ذلك تهتم هذه الورقة ببيان ثلاثة مفاصل أساسية طبيعة العلاقة التقليدية بين هذه المجموعات والمؤسسات السياسية وراسية من الأحزاب النسيج السوسيوسياسي الذي تكتسبه هذه المجموعات حين تنشأ من دون مضلة سياسية والمصير السياسي لهذه المجموعات ومن يتحكم به في العراق الذي يمكن أن يكون مثالاً نمطياً لسائر بلدان المشرق العربي لم يصبح العنف جزءاً بنيوياً ومظهراً من تقاليد التعاطي السياسي إلا بعد انقلاب 1958 طبعاً هذا الانقلاب يسمى في الأدبيات العراقية ثورة 1958 قبل ذلك في الحقبة الملكية هذا الانقلاب هو الذي أسس الجمهورية قبل ذلك في الحقبة الملكية لم تكن للعنف مساحة كبيرة في التعاطي أو التبادل السياسي ومع أن الدولة مارست العنف أكثر من مرة وفي حالات محدودة أنا محاولة استعرضها لم يشكل هذا العنف ولا ظاهرة محدودة ولم يكن عنفاً نسقياً على نحو ما حصل بعد 1958 التي انفجر معها عنف مكتف سواء في علاقة الدولة بالمجتمع أو في العلاقة بين التنظيمات السياسية ومعيارنا في قياس هذا التحول هو معيار كمي فبإزاء حالات العنف المحدودة ما قبل 1958 انفجر عنف مكثف ومستمر إلى هذه اللحظة ولا أظن أن بإمكان أحد إحصاع حالات العنف التي شهدتها البلاد منذ ذلك التاريخ إلا أن النقطة الإشكالية هنا هي في تفسير تلك اللحظة المفصلية ما الذي جرى في 1958 ومعها بحيث تفجر العنف السياسي بهذا الشكل الحاد والقاسي يبدو لي أننا نظريا أننا بحاجة لا فهم متعدد الحقول الانتردسيبليناري لظاهرة العنف التي تغلب على تفسيرها في الثقافة العربية المقاربات السياسية والاقتصادية وتكاد تغييب المقاربة الأنثروبولوجية طبعا وأنا شخصيا أعتقد أن هذا المؤتمر هو مثال على غلبة المقاربة السياسوية في فهم ظهرة العنف يعني أننا ربما سهمت في الإعداد لهذا المؤتمر وأعرف طبيعة الأوراق وربما حتى هذا قادني إلى السؤال ما هو جمهور المركز العربي التفسير فمن جهة تشكل العنف السياسي بكل تأكيد على وفق تقاليد تنبني داخل حياة السياسية وهو المصطلح الذي شاعر في الأدبيات العربية العنف الهيكلي أو العنف البنيوي ولكنه من جهة أخرى يخضع لمكونات ثقافية التفسير الثقافوي للعنف أي ربطه التفسير الثقافوي للعنف أي ربطه بمكونات ثقافية خاصة ولا سيما الجذور الدينية يشيع في المقاربات الغربية المعاصرة لظاهرة الإرهاب الذي تمارسه تنظيمات إسلامية وقد استندت إلى مثل هذا النمط من التفسير استراتيجيات تبنتها الدول الغربية ولا سيما الولايات المتحدة لمواجهة ظاهرة الإرهاب بعد داعش تسعة ألفين وواحد من قبيل حرب الأفكار وتجفيف منابع العنف والتغيير الثقافي للعالم وأصلاح مناهج التعليم والديمقراطة في القوة تذكرون هذه أصبحت استراتيجيات خاصة في إدارة جورج دابليو بوش وما إلى ذلك المشكل في هذه المقاربة أنها تعجز عن تفسير الزمن لما ينفجر العنف في هذه اللحظة دون غيرها وهو مكون ثقافي ثابت وليس متغيراً هل يمكن لفكرة أن العنف يصدر وإن جزئياً من مكونات ثقافية محددة أن تعني في الوقت نفسه أنه مع ذلك لا يظهر في أي لحظة من التاريخ بل في لحظة محددة تتوافر عناصر مكونات إنتاجه كاملة ويبدو لي أن عنفنا بعد 1958 مرتبط بهذين العاملين معنا يرى ريني جيرار الأنثروبورجي الفرنسي وأنا أعتقد أنه هذه أول مرة يذكر فيها اسم جيرار في هذا المؤتمر أن الجماعات التي تعيش دوامة عنف يسميه عنفاً محاكياً تعتقد أن الخلاصة من هذا العنف وصيانة الجماعة من الانهيار إنما يتم بالإجماع على أن أعتي واحد من أفرادها بأنه آثم تحمله مسؤولية ما حل بها من شرور تمهيداً لتصفيته فتقدم على معاقبته بالطرد حتى الموت أو التصفية الجماعية ومن دون محاكمة هذه الضحية بريئة دائماً ولكن الجماعة تفضل التضحية بفرد واحد بديلاً من جماعة يترصدها خطر الإبادة الشاملة وهذا هو ما يسميه جيرار الإبدال الذبائح الأول قد تفضي هذه العملية إلى الهدوء فتعمد الجماعة إلى تقديسها يعني أرجو أن نتابع ما يحدث في تاريخنا الحديث ومع ذلك يبقى خطر تجدد العنف قائماً بسبب استمرار آلية الرغبة المحاكية وتراخي الروادع والمحظورات التي تتبناها الجماعة لكي تتلافى تجدد العنف ولذلك ومع كل مرة ينذر العنف بالتفجر تعمد الجماعة إلى إبدال ذبائحي ثاني بتعبير الجيرار أيضاً يستعاد فيه عن الضحية الفدائية التي تنتمي إلى الجماعة بضحية تقسية من خارجها هذا الإطار النظري جعل بعض الباحثين يرون فيه إطار تفسيرياً مقبولاً للعنف الذي انطلق في العراق منذ 58 وأنا أحاول أستعرض بعض الكتابات التي اعتمدت الجيرار في هذا الإطار ومن ثم بدأ هذا العنف مجاناً للدراسة أن العائلة المالكة التي صفها الثوار بقتل أفرادها جميعاً هي الضحية الإبدال الذبائحي الذي كثفت فيه الجماعة علاً حدارها كبش الفداء الذي يصون الجماعة من الانهيار ولكن هذه الذبيحة لم توقف العنف لأن الجماعة بمنطق جيرار فشلت في ابتكار الروادع ليصبح العنف الذي أطلقه الثوار أنا أضع داماً الثوار بين القوسين يوم 14 تموز 58 بقتل العائلة المالكة والسياسي الأبرز في الحقبة الملكية نوري السعيد والتمثيل بجثته أصبح هذا العنف عنفاً تأسيسياً عنفاً أطلق عنفاً محاكياً بلغة جيرار أيضاً كرة الثلج لم تتوقف إلى هذه اللحظة وإلى حد كبير كانت الجماعات الحزبية المتنافسة في العراق والتي من فكت تستعمل العنف في سجارها السياسي ترى في منافسيها الحزبيين ضحية مستمرة تتحمل استمرار دوامة العنف بمعنى أن ديناميكية ما يسميه جيرار الإبدال الذباحي الأول لم تنتهي مع قتل العائلة المالكة وسيظل هذا المنطق يتكرر سنوات طويلة وأنا يعني أعطي أمثلة في هذا الإطار المذابح التي تعرضها للشعيون سنة 79 عدام صدام حسين لقادة البعث وما إلى ذلك يعني فبقدر ما تبدو هذه التصفيات بعداً تقليدياً لواحد من المنافسين في المجال السياسي يبدو أن منطقة ضحية وكبش الفداء لا يزال في جوهر هذه التصفيات وما يعقبها من طابع كارنفالي وبلغة سياسية يبدو هذا العنف مرتبطاً بتظافر عاملين واحد أسكرة الحياة مع انقلاب 1958 وقد كانت المؤسسة العسكرية الوحيدة الموهلة لإحداث تغيير في النظام السياسي وتعبير أسكرة الحياة هنا يعني تعميم المؤسسة العسكرية لأداتها العنفية عبر العنف التأسيسي الأول بحيث يبدو للمجتمع أن العنف هو أداة للتعاطي السياسي العامل الثاني هو صعود الأحزاب الأديولوجية التي تحتكر المشهد الحزبي بعد 1958 ومع أن تأسيس هذه الأحزاب يرجع إلى الثلاثينات والأربعينيات إلا أنها كانت جزءاً من منظومة حزبية متنوعة تغير الأمر في المشهد الحزبي على نحو الجذري بعد 1958 إذا قصت الأحزاب الأديولوجية سائر الأحزاب الأخرى والأديولوجيا هنا هي امتداد للتصورات الدينية المثالية بمعنى أنها تكتسب نفحة مقدسة ويكون عنفها من ثم أقرب إلى العنف التقسي الذي تحدث عنه جرار لقد قاد هذا العنف المحاكي إلى أن يكون العنف جزءاً من التقاليد الحزبية ومن تقاليد التبادل السياسي والعمل السياسي ومكوناً أساسياً في الثقافة السياسية فبات لكل حزب من الأحزاب أذرع أو أدوات عنفية على شكل فرق أو مجموعات مسلحة ترتبط هيكلياً بالحزب من قبيل ميليشيا الحرس القومي وهي الميليشيا الشهيرة لحزب البعث التي لعبت دوراً مركزياً في الصدام مع الحزب الشوعي بين 58 و 63 بل أن حزب البعث انشأ مكتباً حتى قبل أن يتولى سلطة تحت اسم المكتب العسكري مختصاً بالإشراف على العمل العنفي أو لإدارة الطموح الذي تحكم بالأحزاب في ذلك الوقت وهو التغلغل داخل الجيش والمؤسسة العسكرية واستمارة بعض قادتها بفهم أن تجربة المنطقة كشفت عن أن الجيش هو لدات الوحيدة للتغيير لقد شهدت العاملة تلت 58 عنفاً غير مسبوق بين حزب البعث والحزب الشوعي لم تكن تعرفه الحقبة الملكية وقد استمر هذا العنف لنحو عقدين لم ينتهي إلا بتصفية وجود الحزب الشوعي بالكامل في داخل العراق في أواقر السبعينيات في هذه المرحلة تحديداً بدأت الأحزاب تفكر بإنشاء جماعات عنفية رديفة لها وللأسف نحن لا نملك دراسة تؤرخ لهذه الديناميكية وتفحص بنية وتركيبة هذه المجموعات وعلى من اعتمدت الأحزاب في تشكيل وبناء البواكير الأولى لهذه المجموعات ولكن يشير فحص أولي إلى أن الأحزاب اعتمدت أولاً على أفراد لهم خبرة بالعمل العنفي من قبيل أفراد العصابات والشقاوات مصطلح الشقاوة التعبير يستعمل في العامية العراقية هي منظومة يعني كانت موجودة في كل بلدان المشرق العربي في مصر تسمى الفتوات وفي سوريا تحديداً في بلاد الشام تسمى الأبضايات طبعاً هو نفس التعبير هذه كانت جزء من المنظومة الأمنية لبلدان لمنطقة المشرق العربي في الحقبة العثمانية المتأخرة يعني بسبب النظام اللامركزي الامبراطوري العثماني كان هؤلاء الأفراد يقومون بما يسمى الأمن المحلي لوكل سيكوريتي انصح التعبير مع الدولة الحديثة تفككت هذه المنظومة يعني أنا حاولت يعني حاولت يعني أعملت سيرتش أنا ما شفت دراسة في مصر عن هذه تحديداً وأعتقد هي أن تجل ظاهرة البلطجة اللي هي وليثة ظاهرة الفتوات كان أكثر أهماً كتب عنها في مصر نجيب محفوظة يعني في الرواية في العراق علي الوردي كتب تحديداً علي الوردي كتب عن ظاهرة الشقوات أقول هذه ظاهرة تفككت مع الدولة المركزية لكن ظلت بقاياها إلى الخمسينيات والستينيات والأحزاب اعتمدت على يعني من يعرف تاريخ العراق يعرف أنه الأحزاب اعتمدت على بعض بقايا ظاهرة الشقوات في تأسيس مجموعات العنفية وفضلاً عن هذا ينخرط الكثير من الأفراد في العمال العنفية بسبب نزعة دفاعية على نحو ما كشفست هذا عنده كتاب اسمه منطق العنف في الحرب الأهلية فما عدا أقلية ضئيلة من المتطرفين كان الغالبين يشاركون في أعمال العنف لأسباب دفاعية وليس لأسباب أديولوجية أو سياسية وبالتدريج تشكل العنف بوصفه مجالاً خاصاً له منطق خاص وفي أحيان كثيرة خضع العنف إلى منطق السوق وتحول إلى السلعة وأصبحنا أمام منظمات مهمتها الأساسية توفير الخدمات العنفية طبعاً أنا هنا بالفقرة اللاحقة سأناقش التباس هذا التعبير بتعبير الميليشيا طبعاً أكاديمياً التعريف الميليشيا يستند إلى معيارين المعيار الأول هو أن الميليشيا هي منظمة متطوعين مدنيين لممارسة عمال قتالية متطوعين مدنيين المعيار الثاني هو أنها مجموعات قتالية غير رسمية أنا أعتقد أن تعبير الميليشيا أنا أعتقد أن تعبير الميليشيا يختزل النقاش بالتركيز على علاقة هذه المجموعات الخارجية على علاقة هذه المجموعات يعني المجموعات العنفية يركز على علاقاتها الخارجية بالدولة أو بالأحزاب كونها رسمية أو غير رسمية أو على التركيبة الداخلية هل تضم مقاتلين محترفين أو متطوعين مدنيين في حين أنا لا أريد أن أنجر إلى هذا النقاش وأعتقد أن تعبير مجموعات العنف يسمح لي بأن أركز على ما هي هذه المجموعات التي تحددها وظيفتها كأدوات عنف ثم تأتي مسألة استعمالاتها السياسية وعلاقاتها الخارجية في مستوى ثاني ويبدو لي أن هذه المجموعات التي نشأت أصلا كميليشيات حزبية تتحول تدريجيا إلى أدوات عنفية محظة بغض النظر عن السياقات السياسية والأديولوجية التي توضع فيها ولذلك أنا أفترض أن هذه المجموعات يتداخل فيها بشكل بنيوي منطق الميليشيا والمرتزقة والعصابة طبعا أنا قلت أنه دراسة العدد الأكبر من من ينخرط في هذه المجموعات نكتشف أن هؤلاء لم ينخرطوا لأسباب السياسية أو أديولوجية أنا حاولت أن نستنتج أن هذا كان واحد من الأسباب أسباب فشل هذه المجموعات في التحول إلى تنظيمات سياسية بذاتها طيب شهد العراق عمول منطقة خلال السنوات الخمسة عشرة الأخيرة وتحديدا ما بعد الاحتلال الأمريكي واسقاط نظام صدام انتاجا مكثفا لمثل هذه المجموعات وما يهمنا منها هنا هو المجموعات التي عملت في سياقات سياسية وأخذت وضعا سياسيا مع الاشارة الدائمة إلى التداخل بين هذه الفئات الثلاث طبعا أنا أتناول فصائل المقاومة العراقية السابقة وأتناول تنظيمات الصحوة يعني من يعرف الوضع في العراق وأتناول كذلك الميليشيات الشيعية الجزء الأغلى من هذه التنظيمات لم يولد ولم من ولم يرتبط بتنظيمات سياسية بل مارس عنفا سياسيا من دون أرضية أو إطار سياسي تنظيمي هنا طبعا راح أقول أنه يعني معظم حركات المقاومة طلعت أيضا من دون تنظيمات سياسية لكنه في أغلب حالات تنظيمات المقاومة خاصة في منطقتنا بالنهاية تنتج تنظيمات سياسية وهذا ما فشلت فيه التجربة العراقية طبعا أنا أستنتج أن هذا الفشل ليس فشلا عراقيا داخليا بل أنه تعبير عن ديناميكية مختلفة لعصر مختلف ربما تكون حالة جيش المهدي هي الحالة الوحيدة لميليشيا ظلت ناتجة من تنظيم سياسي وظلت مرتبطة به طبعا لاحقا أيضا أدرس طبيعة العلاقة بين جيش المهدي وبين إطار السياسي وهي علاقة مرتبطة طبيعة الانشقاقات التي أنتجت مجموعات عمفية مستقلة وحدة منها ما يعرف الآن بعصائب أهل الحق في سبتمبر الماضي راح أني دكتور داعس وذا طولت في سبتمبر الماضي وفي أيضا مؤتمر مع المركز العربي قدمت ورقة عن الميليشيات الشيعية وكانت الأطروحة الأساسية في تلك الورقة أنه ظاهرة الميليشيات هي من نتائج نمط الدولة الفاشلة في العراق أنا أحاول أن أستعرض بعض الأفكار لكن حقيقة ما عندي وقت يعني أقول يمكن القول أن تمت تناسبا عكسيا بين قوة الدولة وقوة الميليشي فكلما قويت الدولة طمحت لأن تعزز وتوسع سلطتها بما يجعلها لا تتقبل أن ينافسها أي تنظيم أو مؤسسة على هذه السلطة والعكس صحيح أي أن الدولة إذا ضعفت فنا ستسمح وستوفر غطاء لحركة الميليشيات التي تعتقد الدولة أنها يمكن أن تسد القطاع الذي فشلت به أو أن فشل الدولة وضعفها يمكن أن يكون بذاتهما عاملين يحفزان على نشوء الميليشيات التي يمكن أن تسد فشل الدولة يعني إذن هذه في تصوري الحركة الأولى أنه هذه هي نشت في طار الدولة الفاشلة يعني أنا لاحقا رح أعتبر أنه هذه التنظيمات وهي الفكرة الأخيرة اللي رح أقتن بها أن هذه التنظيمات هي نتاج نهاية الظاهرة الحزبية في عموم المنطقة يعني بمعنى أنه تحدثت عن حركتين أنه هذه المجموعة هي أولا من مظاهر ما بعد الدولة وثانيا هي من مظاهر ما بعد الحزب وأنا أحاول أن أفصل يعني اللي معتبر أنه نهاية الظاهرة الحزبية بالحقيقة هي نهاية السياسة أو نهاية المجال السياسي يعني أنا أسف طولت لكن يعني ربما أقدر توصل الأفكار الأساسية اللي حاولت أن أقدمها في هذه الورقة وإن شاء الله تقرأ في الكتاب الذي سينشر لتوثيق أعمال هذا المؤتمر شكرا لكم وأسف على الإطالة شكرا لكم الجوانب الأخرى التي لها أهمية بالغة في الحسة في الجلسة الماضية تعرضنا إلى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وهو مسألة أهمة بداية مداخلاتنا لهذا المساء تبدأ بالجوانب الأنتروبولوجية وتستعمل نموذج أساسي هام جدا عند غني جيراغ اللي هو يعني النموذج هذا اللي سميته الضحية أو كبشة الفداء أو هذا مهم جدا في اعتقادي ولا بد من إعطائه أو إلائه أهمية بالغة إذن في النقاش سنأتي أكيد على العديد من هذه الجوانب واعتقدنا المدخل أيضا مدخل طريف لابد من أخذ ذلك بعين الاعتبار نمر الآن إلى المداخلة الثانية لأستاذة مروى يوسف محمد طبعا من مصر وهذه المداخلة حتى أعيد قراءة المداخلات وفقا للملخصات التي قدمت لي يبدو أن هناك تغيير في المستوى المعطيات إذن أثر عنف الدولة في المجتمع في مصر ما بعد 3 يوليو 2013 13 أو 2000 جماعة عفوا جماعة جماعة عفوا أجناد مصر نموذجا إذن أتركوا لك الكلمة شكرا سلام عليكم في البداية العنف السياسي متجزد أنا أتكلم عن أثر عنف الدولة في مصر ما بعد 3 يوليو 2013 أتكلم عن جماعة أجناد مصر نموذجا في البداية يجب القول أن العنف السياسي متجزد في البيئة المصرية بشكل كبير فبداية كان رمز الصورة المصرية أولى انتفاضة خالد سعيد وهو شاب مات من التعذيب في الأقسام المصرية ومع صورة 25 ينار بدأت توطيرة العنف السياسي تزيد وتنتقل من العنف السياسي إلى العنف الهيكلي أو البين البنيوي وصولا لمشهد 3 يوليو 2013 هو المشهد الذي تم عزل فيه محمد مرسي من الرئاسة ووجود عدل منصور كرئيس مؤقت ثم السيسي كرئيس منتخب المشهد أثر على جميع جوانب الحياة السياسية والاجتماعية في مصر وظهور أنواع جديدة من العنف من عنف الدولة بالإضافة لظهور جماعات عنف جديدة الورقة دي بتتناول أثر عنف الدولة على كل من جماعات العنف وأثر ذلك على المجتمع من عدة جوانب بينها المواطنة والمجال العام والعلاقة بين جميع جوانب المجتمع فما هو العنف السياسي اللي احنا بنتكلم عنه هنا هو استخدام القوة استخدام فعليا للقوة والتهديد باستخدامها من أجل تحقيق أهداف سياسية مباشرة أو أهداف اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية زاد دلالات وأبعاد سياسية لفهم منطق العنف السياسي في مصر زي نفهم في أن فيه تلات مستويات للعنف أولها هو العنف كأداة حيث أن القوة السياسية تستخدم العنف بشروط وبدرجات محددة طبعا لحسابات التكلفة الفائدة حيث أنها تشوف ما الفائدة التي تعود عليها من العنف وما التكلفة التي تتفحها القوة السياسية من أجل استخدامها العنف في إطار حكتين حفاظ على سلامة المجتمع بشكل كلي وترك مساحة مشتركة للتفاوت وده كان بيستخدمه نظام مبارك ما قبل 2011 مع القوة السياسية المعارضة لي العنف كاستراتيجية بحيث أن العنف يكون هو الحل الوحيد لحل النزاع المطروح حليا ويكون هنا المعاضلة سفريا بمعنى أنه سيتم الانجرار إلى العنف بشكل كامل وكل عنف هيبقى دفاع عن الزاد في مقابل الآخر الذي سوف أصبح عدو فيه العنف الهيكالي أو البنيوي هو مجموعة من الاختلالات والتناقضات الكاملة في الهياكة الاقتصادية والسياسية للمجتمع هو يكون عنف كامل في المجتمع يظهر على فترات وفيه أوضاع مختلفة السلطات المصرية بتستخدم أنواع مختلفة من العنف تطورت بشكل ملحوظ جدا من 3 يوليو 2013 إحنا نتكلم هستعرض بعض أنواع الأنماط اللي بتستخدمها الدولة أول حاجة استخدمتها الدولة في بداية في بداية النظام الجديد بعد 3 يوليو كان عمليات القتل الجماعي وقامت بأكبر عمليات قتل الجماعي في مصر الحديثة وهو فضع 904 والنهضة والذي أصفر على مقتل ما يقرب من 1500 شخص في ظرف 10 ساعات النوع الثاني اللي بتستخدمه الدولة هو العنف التشريعي وده كان برضو بيستخدم ما قبل 25 يناير هو القيام بإصدار قوانين وتشريعات تبرر عنف الدولة وتماهد لها عن طريق تفصيل قانون يسمح بالاعتقالات أو المحاكمات الجزافية العنف القانوني هو من أخطر أنواع العنف السياسي وليه السورطين عمليات الاعتقال التعسفي لأسباب سياسية من خارج إطار القانون والدستور والأحكام القضائية في قضايا سياسية بتوصل المدد الحبس وممكن انتصل إلى الإعدام ليه العنف القانوني هو أخطر نوع العنف سياسي لتستخدمه الدولة إنه بيغلق أي باب المفاوضات أو الانهاء السلمي لحالة العنف لأنهما في الآخر بينهوا حالة المقامة السلمية عن طريق التحاكم والقضاء وهي الوسيلة الأخيرة للمنع لانجرال العنف بشكل كامل النوع الثالث الذي تستخدمه الدولة هو التعذيب وده برضه كان بيستخدم ما قبل 25 يناير وعادة ما تقوم بيه مؤسسات الشراطية في مصر وهو ألية ممنهجة الإخفاء القصري وده نوع جديد بتستخدمه الدولة في إخفاء بعض الأشخاص بشكل كلي يعني محد شرف عنهم حاجة وفي بعض الناس مختفين حتى الآن منذ الثورة محد شرف عنهم حاجة وفي الإخفاء القصري الجزء بحيث أنه يختفي الشخص لمدة ما ثم يظهر عليه قضية أو حكم ما النوع الثاني من العنف اللي بتستخدمه الدولة هو العنف الجنسي هو برضه أحد أنواع العنف المتعارفة عليها في الشرطة ويمارس بقصرة وبشكل بمنهج التصفية الجسدية وهي عملات القتل إن مجموعة من فرق القتل تصل إلى المنازل وتقتل بعض الأشخاص في بيوتهم وده حاجة جديدة على النوع جديد من أنواع العنف اللي بتستخدمه الدولة في مصر حاليا التهجير القصري وده برضه نوع جديد من أنواع العنف اللي بتستخدمه الدولة تستخدمه في سينة بشكل أساسي النوع آخر من النوع العنف السياسي تستخدمه الدولة واستخدام البلطجة والمرتزجة لفض التظاهرات والإحتجاجات وأن أجلس الأمن تستعين بعناصر خارجة عن القانون في أنها تطلب منهم فض هذا التظاهر أو هذا الاعتصام وده ليه مشكلتين بينتجوا عنه وأنه يلبس الأمر على المتابع لأحداث العنف بين الضحية والجاني لأن كل الطرفين مدني فما فيش جهة شراطية بتفعل شيء الأمر الثاني هو عدم تدخل المباشر لأجلس الأمن لفض هذا العنف بين البلطجة والمتظاهرين للتمنص من المسؤولية فهو لتحويله من عنف السياسي بالأساس إلى عنف اجتماعي وتخلم الشرطة مسؤوليتها عام دي بعض أنواع العنف اللي تستخدمها الأنواع دي عملت بعض الإشكاليات لفهم ودراسة العنف السياسي في مصر أول إشكالية هي نسبية العنف فالعنف نسبي بشكل كبير فأنا لا يجوز أن أساوي مثلاً بين التفجيرات المفخخة وبين الأحداث الشغبة التي تحدث في المظاهرات ولكن ما بعد 3 يولي حدثت مساواة لجميع أنواع العنف بكافة الأشكال ومساواة أنواع العنف ببعضها البعض تقضي على عديد من المفاهيم الأساسية أهمها العدالة في التعامل والعدالة في القصص ويتم تلبيس مفهوم العنف في حد ذاته لدى أن يسفل سطحونة بين التمييز بين أنواع العنف وكيفية التعامل معها تصبح جميعها سيان في نفس الموقع كله عنف بصرف النظر عن فاعله وبصرف النظر عن الغرض من العنف ذات نفسه الإشكالية الثانية هي مشروعية العنف واحتكار في الأدبيات السياسية طالما اعتبرت الدولة هي الجهة الوحيدة التي تحق لإستخدام العنف يعده مشروعاً من قبل الدولة لأنه مفهود أنه لأهداف سامية مثل الحفاظ على أمن القامي أو الحفاظ على الدولة من السقوط في الوقت الذي تلترى الدولة فيه أنه ما فيه أي سبيل للحفاظ على الأمن القومي أو الحفاظ على الدولة غير الطريق العنف ولذلك تم تصميم الدولة الدستورية تغضع لرقابة شديدة ونظام قضاء صارم فيما تعلق باستخدامها العنف ولكن عندما تتجاهل الدولة ما جاء فيه دستورها من أحكام تخص حرية الرأي والتعبير وتجاهل الجزء الخاص بحق الإنسان والحريات هذا بالإضافة إلى إصدار أحكام القضاء الجزافية لأنها تظهر الإشكالية المتعلقة بالمشروعية فمن جهة يتم تعامل مع عنف الأفراد على أنه عنف ممنوع منعا باتا وفي نفس الوقت يتم إعطاء شرعية لعنف الدولة بصرف النظر عن هو عنف مشروع فعلا أو لا وده بيزيد من قبول الناس لكل من ثقافة العنف التي تمجد العنف على كل المستويات بما فيها المستوى الهيكالي والمبيناني بالإضافة إلى تزايد ثقافة الخوف التي تفرضها الدولة على مواطنيها لتجانب الدخول معها في صراع والوزء الآخر أنه الناس هتبتدي تخاف من بعضها لبعض حتى يعني محدش يعرف مين فين بيعمل إيه الإشكالية الثالثة ودي إشكالية مهمة جدا الإرهاب هندخل في إشكالية هو يعني إرهاب تعريفه وما هو الفعل الذي يعد إرهابا وكيفية تعامل الدولة مع الإرهاب وكيفية تعميم مفهوم الإرهاب وتأثيره على المصارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكيفية التعامل الدولة مع ما تطلق عليه الدولة إنه هو إرهاب ودي إشكالية ملهاش حل حالين الإشكالية الرابعة هي صعوبة الفصل بين العنف كأحداث في حد ذاته والخطاب الدائر حول فعادة الإعلام بيلعب دور مهم في تجريم العنف أو التحريض عليه ففي حالة مصر رام الإعلام بتحديد أدماع عنف مقبولة وهي عنف الدولة أو عنف البلطقة بشكل مقبول وتم إطلاق عليهم المواطنين الشرفاء في دخلهم لفضل تظاهرات في نفس الوقت تم تجريم العنف الذي يستعدم في المظاهرات أو أي عنف مضاد لعنف الدولة أو البلطقة على إنه عنف مجرم ويدخل فيه تحت طائرة الإرهاب الإشكاليات دي بتتدخل فيما بينها تلك الظلالة على محاولة تفكيك زارة العنف لكن هناك عدة تأثيرات العنف الدولة في حركة الشارع المضادلة بالإضافة لزيادة ظهور جماعات العنف بشكل فترة قصيرة أو فتلة كبيرة أو قطة طول لكن إحنا هنا في البحث ده بنتكلم عن جماعة أجناد مصر جماعة أجناد مصر علنت عن وجودها يوم 25 يناير 2014 وكان هدفها الأساسي استهداف أجهزة الشرطة نتيجة للقمع اللي جاي منها وهو خطابها كان خطابها مؤسس على عمليات فض اعتصامي رابع ونط ونحصل خطاب الجماعة نحو الناس في ثلاث أهداف هي نصرة المعتقلات فهذا نلاقيه في بياناتها وفي إصداراتها المرئية فما فيش إصدار أو بيان لا يهدف من مشاهد اعتقال النساء والفتيات الأمر الثاني هو الصقر المن قتله في اعتصامي رابع ونهضة والأمر الثالث هو تأكدها عملياتها للمناصرة المعتقلين والجماعة ما بتعترفش بأي عملية سياسية بأي شكل ما وشايفة أن الحل الوحيد هو العنف ولا تعترف بشرعية محمد مرسي الأول وهنحسبها على الإخوان لكن الجماعة بتزيد من خطابها العاطفي ببياناتها ومحاولة لاستقطاب الشباب وإيجاد حضرنا شعبية لها والعملاتها ففي أكتر من بيان وأكتر من إصدار أكدت أنها لا تستهدف المدنيين ودائما بطالبهم بالابتحاد حتى هناك تنظر أنها زرعت ثلاث أبواتنا سيفة في المدان الاتحادية اللي هو المدان الرئاسي وبعد كده أعلنت أنها شاريتهم حتى لا تصيب المدنيين ما حولها فجماعة أجناد مصر هي حالة متفردة بحد ذاتها وذلك لأنها بشكل كبير جدا تستخدم نفس رؤية عنف الدولة في اتجاه مختلف فعلى سبيل المثال تستهدف القوات الشرطية بصرف النظر عن من بريء من العنف أو من مش بريء هي وضعت نمط للشرطة بشكل ما وقد قررت أن هم هؤلاء مستهدفون حتى لو لم يفعلوا شيء وفي نفس الوقت هي ترفض العمليات السياسية التي تقوم بها الدولة أو ما غيرها في نفس الوقت أن الدولة بترفض فيها أي معارضة لها المجتمع يرزح بين جماعات العنف بشكل كبير وبين عنف الدولة وده بيؤدي إلى أنه زيادة مستويات العنف في المجتمع فيزيد العنف المنزلي وتزيد عمليات الجماعات المسلحة وتنوع عملياتها من يؤدي زيادة معدلات الإرهاب الفعلي ليس فقط على المستوى المحلي في مصر لكن أيضا على المستوى الدولي في معلنة جماعة أنصار بيت المقدسة وهي كانت جماعة محلية بشكل أساسي انتماءها لتنظيم الدولة استمرار استخدام الدولة في استخدام العنف يخلق عنصرين مهمين جدا في المجتمع وده أكبر إشكالية اللي هم الرغبة والفرصة الرغبة في استخدام العنف ضد الدولة لأن الدولة بحد ذاتها عنيفة ورات راعي مصالح المواطنين والجزء الثاني الفرصة حالة الاضطراب السياسي نتيجة استخدام دولة للعنف يؤدي لو جاءه عام يشاجع استخدام العنف وينادي به المجتمع الذي قبل نوع أنواع أكبر من العنف السياسي لم تكن مقبولة من قبل فيصبح العنف هو الحل الوحيد أو الوسيلة الوحيدة لحل الأزمة السياسية وده بيؤثر على ثلاث مفاهيم مهمة جدا في المجتمع واحد المفهوم المواطنة وده يدخلنا في إشكالية لو إحنا هنجرم فئة ما أو شخص ما أو كابش فداء كما دكتور حيدر سميه فيدخلنا في إشكالية هو مين العدو وكيف نفهم العدو الداخلي وهندق ندخل ثاني في إشكالية المواطن العدو هل هيصبح المواطنين أعداء فاجة محاربتهم ولا في النهاية هم أشخاص أخطأوا وسنحسبهم حسب قضاء نزيه وشريف الجزء الثاني هو اللي أصدرت عليه العنف هو المجال العام فالعنف في مصر حصر المجال العام بشكل جبير وأصر على تضييقه ده على عدة مستويات أهم مستوى منها ومستوى تفاعل المرأة في المجال العام فمساحة المرأة في مصر للدخول في المجال العام أصبحت أضيق بكثير مما كانت علي في وقت مبارك نتيجة زيادة استخدام العنف السياسي أو الأنواع مختلفة من العنف ضده من جانب آخر التجريم عدة أشخاص أو عدة فئات بأن هؤلاء هم الإرهابيين فيتم إلغاء ما يقومون به من أفعال داخل المجتمع فإحنا عندنا صدر قرار بغلق بعض الجامعيات الأهلية بشكل كبير يدخل العنف الدولة في مساحات أخرى ويتحول تدريجيا من عنف سياسي لهدف سياسي ما العنف هنف هيكلي وعنف بنيوي الحاجة الثالثة اللي بيأثر عليها العنف داخل المجتمع هو الصراع بين الفئات المختلفة وإذا كانت الدولة الهدف الأساسي منها هي منع عنف الأفراد وتحديد استخدامه بين الأفراد فلما الدولة تدخل في صراع مع فئة من فئات المجتمع ده يبي يتيح لبعض الفئات الأخرى من المجتمع أنها تدخل في صراع عنيف فيما بينها دون تدخل الدولة لأن الدولة مشغولة بشكل أساسي في صراحها مع الفئة الأخرى وده حصل بشكل ما في مصر في نهاية عشان الدولة تبرر عنفها تضطر تخلق عدو داخلي وده ليه تبعاته على المجتمع هي بتكون باستعداء جزء من المجتمع مقابل جزء آخر تطلب منه الشرعية في استعداء الجزء الأول من المجتمع وده بيقضي إلى انقسام المجتمع بين عدو المواطن العدو ورافض لحالة الاستعداء وبين مواطن مؤيد لحالة الاستعداء وده بيبطئ من الحراك المجتمعي خاصة في مراحل مع بعض الانتفاضات بالإضافة لطرح إشكاليات كبيرة على المجتمع وأهمها مين العدو ومين اللي عن حربه وكيفية محاربة هذا العدو وماذا لو كان العدو داخليا فماذا سنفعل معه الجزء الثاني إنه مع استمرار عنف الدولة فيه فئات من المجتمع ستضطر بشكل أو بآخر أو تريد بشكل أو بآخر استخدام العنف في مقابل عنف الدولة وده هيزيد من جماعات العنف تختلف مرجعتها ورؤيتها السياسية للوضع الحالي ولكن تتطفق في حاجة واحدة لأنها تستخدم العنف ضد الدولة وضد أدواتها وعالية ما تتماثل جماعات العنف ويكون التماثل في أطر العداء فيها بينها. فإذا كانت الدولة تستخدم العنف كاستراتيجية فجامعات العنف تستخدم العنف كاستراتيجية. لكن لو الدولة استخدمت العنف كأداتي فتحاول جامعات العنف نستخدم العنف كأدات. عنف الدولة في نفس الوقت بيضطر جماعات العنف بيعمل كمحافظ لاستمرارها. فكلما زادت الدولة في عنفها كلما أدى هذا إلى زيادة شرعية جماعات العنف من قبل بعض الفئات في المجتمع. وده هيزيد من عدد الناس المنظمية لها ويزيد شعباتها بشكل كبير وده بالتالي هيؤدي مع زيادة جامعات العنف سيؤدي بالتالي إلى قصور الدولة في وظائفها الأساسية اللي بيطالبها المجتمع بأنها تفعلها فما فيش وسيلة أخرى فينغلق المجال السياسي بشكل كبير ولا توجد وسيلة أخرى للتعامل مع الوضع السياسي والأزمة السياسية غير العنف يتحول العنف من عنف أدايتي ومن عنف استراتيجي إلى عنف هيكالي وعنف وبنيوي ويؤدي ذلك إلى صراع كبير جدا بين الدولة والمجتمع هيضع في كل منهما الآخر في ذلك الصراع ولا استطيع السلطة السياسية أنها تسيطر على المجتمع ولا استطيع المجتمع أن يدفع هذه السلطة السياسية لأن كل منهم هيكون في حالة من الإنهاك ولو حدث والسلطة السياسية وقعت فسيكون المجتمع في حالة من الإنهاك لن يستطيع معها إدارة المرحلة الانتقالية بأي شكل من أشكال ده بالإضافة لأنه مع قبول المجتمع لثقافة العنف وثقافة الخوف لحل مشكلة مسياسية الاقتصادية والاجتماعية سواء بشكل فردي أو جماعي يؤدي إلى تحويل المجتمع إلى مجتمع عنيف وإن تم إذا افترضنا أن الحالة دي حالة مؤقتة نتيجة ظروف سياسية ما لكن استمرار هذه الحالة يجعل المجتمع عنيف بكلياتهم وده هيؤدي إلى إنتاج مجتمعات عنيفة بالتبعية في المستقبل المتوسط أو القريب شكرا شكرا جزيلا أعتقد أن المداخلة الثانية أعدتنا مجددا إلى مربع ساحة العمومية لأن نلاحظ في آخر الأمر أن الواقع المصري يبين أن عدام التنوع داخل الساحة العمومية مثل ما هو الحال بالنسبة للتجارب التي تتوجه نحو فض المشاكل المترتبة على الانتقال الديمقراطي هو الذي يؤدي إلى مثل هذه الوضعية مرة أخرى ما هي محدوديات نظرية أبرماس من جديد الصباح تحدثنا عن أبرماس لكن الآن أيضا واضح في آخر الأمر من خلال النموذج الذي قدمته الآن البحثة المصرية والواقع المصري أن هناك حقيقة انعدام حضور للتنوع داخل المشهد العمومي وهذا الانعدام هو الذي أدى إلى مثل هذه الوضعية يعني إلى العنف العنف الدولة اللي هو ياخذ طبيعة شرعية لكن فما وضعية ما يسمى بالفرنسية أن الدولة تأخذ حجما أكبر من حجمها يواجهه طبعا واقع مجتمعي استحرابي يعني يريد أن يحرق الأرض وما عليها وبالتالي في هذا الأمر لسنا إزاء واقع توجد فيه أطراف قادرة أو قابلة أيضا لأن تتواجد ضمن الساحة العمومية خارج إطار الحلول العنيفة سواء كان ذلك من قبل الدولة أو من قبل المجتمع طبعا الحالة اللي بقيت لنا حالة ثالثة وقع العالم العربي غريب يعني هذه الأيام مثلنا يعني الحالة الثالثة هي دوافع العنف الطائفي المعاصر في اليمن الجماعة الحوثية نموذجا ويقدمها الأستاذ عبد الرحمن المعمري تثير مشاهد العنف الطائفي الكثير من الاستهجان والاستغراب على حد سواه ويظل السؤال عن دوافع هذه الجماعات لارتكاب هذه الأعمال الوحشية إلى درجة التباهي والاستعراض يظل هذا السؤال قائما هذه الورقة بشكل خاص تركز على أعمال العنف الطائفي لجماعة الحوثيين يطلقون على أنفسهم جماعة أنصار الله التي تمثل مموذجا متطرفا وغريبا على الواقع المحل اليمني في الحالة اليمنية وفي سياق الثورات المضادة على الثورات الربية العربي استطعت جماعة الحوثي المنتشرة في مناطق في شمال اليمن أن تتمدد حتى تصل إلى العاصمة الصنعاء وما بعدها من محافظات يمنية وعلى طول خط التمدد ارتكبت هذه الجماعة الكثير من المجازر والفضائع ضد مخالفها وخصومها دوافع العنف يقال أن الحكم على الشيء هو فرع عن تصوره ولا يمكن الزعم بالإحاط بفهم ظاهرة العنف ما لم تتضح حقيقة دوافعه التي تقف وراءه ابتداء أو الدوافع التي تعزز وتقوي وجود هذه الظاهرة وسنستعرض في هذه الورقة أسباب العنف كما وردت في كتابين الكتاب الأول أورده تشارلز تيلي في كتابه The politics of the collective violence سياسة في العنف الجماعي حيث يصنف المؤلف الناس إلى ثلاثة أصناف وبالتالي تختلف دوافع العنف الإنساني سواء كان هذا العنف فرديا أو جماعيا بناء على هذه الأصناف فالصنف الأول بحسب تشارلز تيلي هم العقائديون هذا الصنف يؤكد على أهمية الوعي في أفعال الإنسان حيث أن دوافع في صنف العقائديين يؤكد هذا الصنف على أهمية الوعي في أفعال الإنسان حيث أن دوافع وسلوك الإنسان ومنها العنف بالطبع بحسب هذه الفرضية تتشكل تبعا للعقائد والمفاهيم والأفكار والأهداف والقيم التي يكتسبها هذا الصنف من البيئة ثم يقوم الإنسان بتمثيل وتمثل وتطبيق هذه الأفكار المكتسبة في الوسط الاجتماعي السلوكيون هم الصنف الثاني وتؤكد هذه الفرضية على استقلالية الدوافع والمثيرات والفرص عن العوامل الخارجية سواء كانت فكرية أو اجتماعية وأن هذه العوامل وهي الدوافع والمثيرات والفرص هي التي تشكل محددات لسلوكيات الإنسان المختلفة والعنف أحد هذه السلوكيات والإثبات ذلك مثلا ذكر مثال لوجود العنف عند الإنسان البداعي ما قبل العقائد والأيدولوجيات كما نجدها في نظرية داروين على سبيل المثال دارسون آخرون في هذا المجال يعزون النزاعات المختلفة للإنسان كنزاعات الميلة للعنف كسلوك إنساني يعود إلى توفر الحاجات والحافظ للسيطرة والاستغلال والاحترام والحماية والأمان الصنف الثالث هم التواصليون أو الاجتماعيون وهذه الفرضية تركز على أهمية التعامل بين الفرد والمجتمع تركز على أهمية المجتمع وتأثيره في الفرد وفي تشكيل دوافع هذا الإنسان وتأثير التعامل مع الآخرين فبحسب هذه الفرضية أن تأثير التعامل مع الآخرين أكبر من تأثير الأفكار والعقائد أو كذلك أكثر من النزاعات السلوكية ويقول المهتمون بهذه الفرضية أن الإنسان يطور شخصيته وموارسته من خلال التعامل والاختلاط مع الناس الآخرين يخلص المؤلف لأنه في حين أن أحد الأنواع قد يفسر بعض ظواهر العنف فإن العنف بشكل عام يكون حصيلة تفاعل وتأثير الأنواع الثلاثة المذكورة سابقا كتاب آخر سيكولوجية الإبادة الجماعية والمذابع والعنف المفرط يضيف المؤلف أسبابا أخرى ومنها البعد السياسي حيث يقول المؤلف أن الدول غالبا ما تتقبل ارتكاب الفضاعات إذا كانت تعني تحقيق أهدافها السياسية أو تعزيز سيطرتها هذه التصنيفات المختلفة السابقة التي ذكرناها هي التي ستشكل لطار النظري لهذه الدراسة لتحليل دوافع العنف الطائفي الجماعي لدى جماعة الحوثي في اليمن بداية نظرة على تشكل جماعة الحوثيين جماعة الحوثيين تأتي من خلفية إذا نظرنا إلى الخلفية المذهبية فهي تأتي من خلفية تسمى بالزيدية مثلا في اليمن وعلى الرغم من أن الوصف الشائع للمذهب الزيدي أنه يختلف عن المذهب الاثنى عشر وأنه بشكل عام من أكثر المذاهب اعتدالا وقربا من أهل السنة حتى أنه يسمى شيعة السنة وسنة الشيعة وذلك لأن المذهب الزيدي يتصف بصفات منها أنه يبتعد عن المذهب الاثنى عشر القائل بالنص على الإمامة فمثلا بينما المذهب الزيدي يقوم على نظرية تسمى تقديم المفضول على الأفضل كمخرج تاريخ لموقفهم من خلافة الخلفاء الراشدين الثلاثة الذين يتقدموا أمير المؤمن علي بن أبي طالب من نواحي الاعتدال التي تحسب على الزيدية كما يراها الآخرون والمراقبون هو النائع عن سب وشتم الصحابة ناهيك عن تكفيرهم وهو الأمر الذي يمثل على مميزة عن المذهب الاثنى عشر القائم على تكفير الصحابة فإذا كان ما سبق يدخل المذهب الزيدي في خانة الاعتدال فدراسة أصول مبادئ المذهب الزيدي تشير إلى أن المذهب الزيدي على العكس هو مذهب ثوري عنيف بامتياز من الناحية السياسية فإذا كانوا لا يقولون بالنص في الإمامة فإن من أهم شروطهم حتى يعني يعتبر الشخص إماما هو ما يسمى عندهم بالخروج والخروج بمعنى الخروج المسلح بمعنى قيادة وريادة الثورة فالزيدية تشترط أن يخرج الإمام داعيا لنفسه فيفتح هذا الشرط باب الثورة أمام كل طامح لزعامة سياسية بحيث لا تتحقق له الزعام ويدين الناس له إلا إذا خرج مناديا بالثورة وعن شرط الخروج يقول مؤلف كتاب تاريخ الأئمة الزيدية في اليمن حتى العصر الحديث يقول ولكن هذا الشرط كان عونا لبعض الطامعين منهم في الخروج على الإمام القائم بالأمر وقد أدى هذا المبدأ بمشك إلى قيام كثير من الفتن والإطرابات منذ دخول المذهب الزيدي إلى اليمن مظهر آخر من مظاهر العنف أصول المذهب الزيدي هو مبدأ الأمر بالمعروف والنهي على المنكر وهو يعتبر أحد الأصول المبادل لدى المذهب الزيدي على عكس للشيعة الاثنى عشرية والتي تقوم على مبدأ التقية وتستر وتجعلها من صلب عقيدتها فلكن الأمر بالمعروف والنهي على المنكر يعتبر من أصولها النقطة الجوهرية في مبدأ الأمر بالمعروف والنهي على المنكر عند الزيدي أنه موجه بالأساس إلى الشأن السياسي وليس للشأن الاجتماعي المتعارف عليه ممكن في العصر الحاضر أو عند كثير من الجماعات وهو الأمر الذي سار عليه مؤسس الزيدي في ثورته على هشام بن عبد الملك هذا على الصعيد النظري أما على الصعيد العملي والتطبيقي فمن خلال متابعة السياق التاريخ للدعوة الزيدية سنجد أنها دعوة ثورية عنيفة من الطراز الأول فمؤسسها قاد ثورة مؤسسها لزيد بن علي قاد ثورة انتهت بمقتله ليقوم بعده ابنه يحيى بن زيد والذي ناله ما نال والده كذلك وهكذا من جاء بعدهم حتى قضوا حياتهم مطاردين ومقتولين حتى تمكنوا من تأسيس أول دولة لهم وكانت في اليمن بما يسمى بالإمام الهادي يحيى بن الحسين في العام مئتين الذي يجاب عام ثمانية وثمانية وتسعين ميلادية مئتين وربعة وثمانية هجرية إلى اليمن وعلى مدار ما يقارب الألف عام التي حكم العام الزيدون اليمن فالسما السائدة في هذه الفترة كانت الصراعات المسلحة والعنف الاجتماعي والثورات المتعاقبة وهناك أئمة كذلك اشتهروا بشدة الطغيان والبطش وأئمة كثير يعني الورقة تسرد بعض الأمثل لذلك مظاهر العنف الداخلي ليست فقط نتاج عن فكرة الخروج كشرط للإمامة ولكن أيضا هناك كجانب فكري عندهم هو مسألة أنهم قرنوا الإيمان بإمامتهم والإنصي على حكمهم بالإيمان بالله عز وجل فبالتالي جعلوها قرينتين فكفروا مخالفهم في العقيدة والرافضين لهم بالإضافة إلى الحدة والشدة مع هذا المخالف لهم في العقيدة ولا غضاطة في تبني الأفكار العقائدية المجرد طبعا ولكن الإشكالية تظهر عند موقفهم المتطرف من المخالف وهو ما يظهر في مؤلفاتهم وسياسات أئمتهم حيث سارعون إلى تكفير المخالف ويسمى عندهم في مصطلحهم وكتبهم يسمونهم بكفار التأويل يفرق بين كفار التصريح وكفار التأويل كفار التصريح هو الذي لا يشهد الشهادتين وكفار التأويل هو الذي لا يتبع نهجهم ولو في جزئيات وبنوا على ذلك كل أحكام الكفار من استباحة المال والأنفس لدرجة تحريم أكل ذبيحة أهل السنة كما قال الإمام الهادي مؤسس زيدية في اليمن في أحد الكتب هذا على سبيل المثال فقط يحرم من الذبائح ست ذبيحة اليهود ووواحة تذكر وذبيحة المشبه لأنه يقول أنه يعبده الذي يقع عليه بصره يوم القيامة بل قد يفقد المخالف لهم حق الكافر على المسلم هناك يقال أن من حقوق الكافر على المسلم حق الدعوة بينما المخالف لهم قد يفقد حق الدعوة فلا يتم التعامل معه إلا بالعنف والسلاح من هذا الإرث الثقافي والتاريخي والعقائدي تأسست جماعة الحوثيين في تسعينيات القرن الماضي مستندة على هذا الركام الضخم من التكفير والعنف الفكري والعملي ليكون الناتج بالمحصلة جماعة تؤمن بالعنف وسيلة للتغيير والتقرب إلى الله به وقد مرت الحوثية بأربع مراحل هي على شكل سريع من 92 إلى 97 من القرن الماضي مرحلة التجميع ونشر الفكرة كمضلة شبابية لإحياء الفكرة الزيدية ثم من 97 إلى 2004 هو التكوين والتنظيم السياسي وتميزت بالتوجه من الجانب الفكري للجانب السياسي والعسكري وكذلك تميزت بظهور التأثر بالثورة الإيرانية المرحلة الثالثة هي المواجهة المسلحة مع الدولة من 2004 إلى 2010 وخلال هذه الفترة خاض الحوثيون ست جولات مواجهة مع الدولة المرحلة الرابعة هي المشاركة في ثورة 2011 في ثورة التغيير وفي حروبها سواء ضد الجيش اليمني أثناء الجولات الست أو في المراحل اللاحقة أثناء توسعها في المحافظات الأخرى مارست هذه الجماعة العديد من أعمال العنف ضد الخصوم كالقتل والتعذيب والتهجير وتفجير البيوت والمساجد وتلغيم الجثث واستخدام المدنيين كدرع بشرية وقد بلغ بهم الحد إلى التباهي بقتلهم لعدد يصل إلى الستين ألف جندي في خلال جولات الحروب الست هذه كانت مقابلة على الهوى مباشرة مع أحد قيادهم وتكررت هذه الممارسات في مواجهة الجماعة ضد خصوميا حتى أصبحت كالسيناريو الثابت بتطبيق المنهاج النظري والإطار النظري الذي تكلمنا عليه سنستعرض سريعا كل دافع من الدوافع ومدى تطابقه مع جماعة الحوثيين فالدافع الفكر والعقائد الذي تكلمنا عليه سابقا جماعة الحوثيين نرى أن هذه الجماعة تنظر لنفسها وأفرادها بأنها هي الحق المطلق فمن خلال تبني هذه الجماعة مثلا في المرحلة الأخيرة إلى اسم أنصار الله هذا الاسم هو مستوحى من الآية الكريمة عن حواري النبي عيسى عليه السلام الذين استجابوا له فآمن الطائفة وكفر الطائفة كما جاء في سورة الصف فهي ترى أن من سواهم هو الكافر الذي تنطبق عليه أحكام الكافر وكذا ترى أنها هي الجماعة التي لبت نداء الله وتسير على منهجه ومن عداها فقد تخلف عن هذه المسيرة كما تخلف أولئك الذي نزلت فيهم الآية عن الإيمان بنبي الله عيسى وللاستزادة من دلالة التسميات فالحقيقة أن الناظر والمحلل للأسماء التي أطلقتها الحوثية على أفرادها يجد في هذه الدلالة المشار إليها سابقا فعند نشأتها كانت الجماعة تطلق على أنفسها على سبيل المثال جماعة الشباب المؤمن ثم بعد ذلك أطلقت على أنفسها جماعة أنصار الله ثم بعد عند زحفهم وهجومهم على المدن والمحافظات اليمنية في العام 2014 سموا هذا الهجوم المسيرة القرآنية فكل هذه التسميات فيها تزكية للنفس والدعاء احتكار الحق ولو في اللاوعي لدى الأفراد فهم الشباب المؤمن وهم أنصار الله وهم المسيرة القرآنية ويتم تعبئتهم عقائدياً تبعاً لهذه التسميات هذا الموقف من تكفير المخالف وتزكية للنفس الصف والجماعة وصدق عمالهم أنهم في مهمة مقدسة يسهم في تخفيف مستوى النهي الداخلي لدى الأفراد عند ممارسات هذه الأعمال العنفية بل قد يصل إلى درجة أنه يخلق شهية للقيام بأعمال عنيفة جداً حتى من أشخاص لم تظهر عليهم من قبل هذه العلامات الدافع السلوكي والذي قلنا أنه يقوم على أساس الدوافع والرغبات والحاجات فمن خلال مسيرة الحوثيين انتقلوا من مرحلة تبني الدولة لهم في التسعينات أو غض الطرف عنهم على الأقل في مرحلة التسعينات إلى المواجهة والاستئصال أثناء اندلاع المواجهات المسلحة بعد الألفين وأربعة وتبني سياسة اليد الغليظة من ملاحقات واعتقالات وتعذيب ضدهم هذا أثر كثيراً عليهم بالإضافة إلى مشاعر الكراهية والحقد التي تولدت عند الفوتيين جراء سقوط ضحاياهم في المواجهات المسلحة كل هذا يعزز رغبة الانتقام هنا تظهر الرغبات رغبة الانتقام والأخذ بالثار وخاصة أن البيئة التي نتحدث عليها في مناطق شمال الشمال في اليمن هي من البيئات القبلية التي تنتشر فيها ثقافة الثار والانتقام اعتماد الحلول الأمنية والعسكرية كذلك ساهم في تعزيز ذلك الدافع الثالث التواصلي والاجتماعي هذا البعد يركز على دور المجتمع والتعامل معه في تشكيل دوافع الإنسان فبالنظر إلى البيئة الاجتماعية التي نشأت فيها جماعة الحوتيين نجد هناك سمتين أساسيتين السمة الأولى في شمال الشمال هي سمة التدين كبلد محافظ يحتل الدين سلم الاهتمام في حياة الإنسان وبالتالي يغلب على المجتمع للتزام الديني وتقديس شاعر الدين في الحياة اليومية والمعاملات وبالتالي احترام كل ما له صلة بالدين ولذلك نجد أن الدعوات الدينية والتي تربط نفسها بالدين تجد لها صدى وهوى في نفوس الناس مما يدفعهم للاتباع ومن ثم إلى الحماية ثم الاصطفاف معه في معارك التي يخوضها بشعارات دينية السمة الثانية هي السمة القبلية وهذه السمة لها أكثر من أثر فمن ناحية تدل على غياب أو ضعف الدولة المركزية وأدواتها وبالتالي تحل مكانها بنية القبيلة وتكون ببعض أدوارها فحالة السلم والحرب والتي هي مظهر مظاهر العنف مثلا لا يزالان على سبيل المثال شأنا قبليا في الغالب الأثر الآخر لسمة القبلية هو تغليب الأعراف القبلية حتى على القوانين السائدة وحتى بل على الأحكام الشرعية وهذا ما يفسر حماية القبائل لبعض المطلوبين أمنيا كالمستجيرين بهذه القبائل والذي لا يعني بالضرورة اعتناق نفس المبدأ ولكنه العرف القبلي في نجدة الملهوف وعدم رده ومن جانب آخر نجد أن السماعة القبيلة كالشجاعة ورف الظلم والاعتداد بالنفس والمعتقد كلها صفات يكتسبها أبناء القبيلة ويتوارثونها بينهم ولعلنا نجد في ذلك بذور للعنف بالإضافة لذلك فالبيئة الاجتماعية الزيدية التي نتكلم نحن عليها والتي نشأت فيها جماعة الحوثيين وفرت للحوثيين بيئة حاضنة لهم حيث يشكل المذهب الزيدين والسلالة الهاشمية التي ينتسب إليها زعيم الحوثيين أبرز ملامح هذه البيئة فهذه البيئة لا تعد الزيدية فيها مجرد نظام اعتقاد بل تساهم أيضا مع القبيلة في التراتبيات الاجتماعية وقواعد التفاعل فالمجتمع في هذه البيئة ينقسم إلى طبقات منهم أو أعلاهم طبقة السادة الأشراف والذي ينتمي إليهم مثلا الزعماء الحوثية ثم بعد ذلك الطبقات المختلفة طبعا ظلت السيطرة حتى قيام ثورة 1962 الحكم ظل محتكرا على هذه الطبقة السياسية إلى قيام ثورة 26 سبتمبر في العام 1962 الدافع السياسي وهو الدافع الأخير من دوافع العنف لدى هذه الجماعة فبالرغم من إصرارهم على رفض التحول لحزب السياسي إلا أن الاستيلاء على السلطة والعودة للإمامة تعتبر من صميم برامجهم وخيطتهم وفكرة الجماعة بالأساس هي فكرة سياسية تقوم حول السعادة الحق التاريخي في الإمامة الذي غصب منهم منذ أيام معاوية بن أبي سفيان كل هذا سوغ للجماعة وأفرادها خوض حروب داخلية مع قبائل بل ومعسكرات وإقامة تحالفات وشاركت في بعض الفعاليات السياسية لكن كل هذه أعمال العنف التي تتبنها هي في الأخير لتحقيق هدف سياسي متمثل في السعادة الإمامة وحكم اليمن مرة أخرى هذا على المستوى الداخلي أما خارجيا في البعد السياسي المتعلق بالارتباط بالمحور الإيراني وأجندته في المنطقة يعتبر من أهم أسباب عنف الجماعة وفي نفس الوقت من أسباب صعوبة الوصول إلى حل وتسوية سياسي مع هذه الجماعة أشكركم كثيرا شكرا إذن نكون هكذا قد استوفينا المداخل الثلاثة ونفتح نقاش طبعا في خمس مداخلات أنا حبيت نعقب على مدخلة الأستاذ العراقي الدكتور حيدر سعيد عفو مشكور جدا عن المداخلة ولكن أنا ربما أثارني توصيفه لهذه الميليشيات التي توظف العراق في هذه المحنة عندما تفكك الدولة وأصبحت تبحث عن ربما يعني تجمع قواها من جديد كي تتشكل من جديد لكن هذا الأمر أعتقد ليس خصية خصية مرحلة ما بعد تفكك الدولة أو حين تشكل الدولة من جديد هذا أمر ليس عربي فقط ولكن نراه في كل تقريبا الدول التي شهدت اضطرابات كثيرة جدا هددت كيانها وبالتالي فإنها استعانت بعصبية مناصرها إن صحة تعبير واستخدمت العنف بأبشع وسائله ونحن نعرف جيدا أن هذه الميليشيات إن صحة تعبير يعني تقريبا تتفكك لديها كل هذه القيم المدنية وبالتالي تصبح الغاية الغاية الأساسية هي كيف تهي من مجديد وكيف تستعيد سطوتها من جديد يعني هل يمكن أن نعتبر هذا ربما هذه سمة عربية بالأساس تميز العنفين أم أنها ربما طور من أطوار تشكل الدول المجديد شكرا فضل صديق العزيز حيدر طبعا استمتعنا بكل المداخلات ولكن مع حيدر سعيد حيدر في عداد الحديث عن العنف السياسي حضرتك قلت عبارة أنه ما معناه أنه لم يشهد أو يعني لم يكن شاعن أو لم يشهد العهد الملكي عنف السياسي أليس كذلك؟ قلت حالة نادرة بس مستعرفة للورقة بس أنا أنا اللي سمعت أنه يعني كلام قطع أنه لم يكن ولكن حب بس أذكر لك بعض الحوادث العنف السياسي مثلا انقلاب بكر صدقي عام ستوت نعم في 33 قبل بكر صدقي نفسه مارس قمع شديد عنيف ضد الآثوريين في مذبحة ما سمي بمذبحة سميل والتقديرات أنه حوالي 3000 راح من عندها من المسيحيين العراقيين في شمال العراق في دوهوك في وقتها حركة رشيد عالي القيلاني أيضاً أعدام الضباط الأحرار ما سمي بذاك الوقت ثورة رشيد عالي القيلاني القمع اللي مورس ضد الشيوعين حزب الشيوع العراقي أيضاً في العهد الملكي وإن كان ما بعده أتفق معك في أنه يعني انقلاب أو ثورة ما يسمي البعض 58 قيام الجمهورية كان يعني فتح باب للعنف باعتبار يعني ارتفاع السقف لنقل الطموحات بالسلطة المنافسة المزاحمة التدافع وصل إلى درجة الصراع والإقصاء واستخدام العنف يعني هذه اللي حبيت بس أثيرها مع حضرتك والأخ دكتور عبد الرحمن يعني يعني عذرني أقول أنه أشوف يعني جانبة الموضوعية في البحث العلمي كان عليك إما يعني لا أتهمك أقول بقصد ولكن كان عليك اللجوء إلى مصادر علمية بدل أن الاعتماد على كلام الإعلام مثلاً أو التوامل التوجه فمثلاً قولك أن مثلاً المثب الجعفري يكفر الصحابة هذا ليس صحيح تماماً ارجع إلى مختلف علماء الجعفرية سابقاً وحالياً ربما تجد واحد أو اثنين من الشاذين لا يعتد بهم أيضاً بخصوص الحركة الحوثيين حضرتك اتطرقت إلى بطريقة يعني منهجية جيدة أثنع عليها ولكن أغفلت عن جوانب مهمة يعني مثلاً لا توجد دوافع اجتماعية مثلاً اقتصادية للحوثيين بعدين انظر أنه عندما اشتاحوا البلد من شماله إلى جنوبه طبعاً لم يكنوا هم الوحيدين كحركة سواء سياسية أو دينية كان معهم من من ابناء السنة سواء بغض النظر عن دوافعهم السياسية مثلاً ولكن كان هناك تيار أيضاً لم يلاقوا مقاومة حقيقية يعني هل هذا يعني أن الشعب اليمن المسالم مثلاً تلتفت إلى هذه الجوانب يعني هل لديهم أهداف سياسية هل لديهم أهداف يعني قصد دوافع اجتماعية دفعتهم اقتصادية تهميش لاقوا إلى آخره أيضاً من يتضامن معهم شكراً زيلاً شكراً ربما لبعض الميولات الشخصية أيضاً في المقاربة أنا ألوم كثيراً العلمية المنظمة لهذا المؤتمر الذي سيبقينا على جوعاً كبير وعلى جوعنا من وقت أنا أمر ما الذي نستفيد من مقاربة جرار للعنف نستفيد أنه لا يمكن أن ينتج العنف ويستمر ويتحول إلا بمشاركة لجميع الجميع الفاعلين الاجتماعيين سواء كانوا فاعلون مؤسستيون أو فاعلون أفراد حين أطبق هذا على المثال المصري ما هي الأضحية التي قدمت في مصر ما هي الأضحية التي قدمت في مصر وأنا في هذا صدد للوم وعتاب أخف ما يمكن من العسل الزميلة التي زميلة المصرية أرجو أن تكون لغة المؤتمر تقرب إلى اللهجة العربية أكثر ما يمكن معناها ولا يطغو هذه اللهجات المحلية التي نستمع إليها حتى في نشرات الأخبار المصرية ثم لوم أكاديمي لا أتهمك بالموضوعية أنا لا أؤمن بموضوعية ما أؤمن بمقاربة يا سيدي الكريم غاب المفكرون العرب الذين أخاضوا في العنف غاب جعيت غاب العروي غاب الجابري غاب ابن رشت غاب معلمنا الأول وليس الثاني ولا الثالث ابن خلدون كيف نفهم نفهم ما يجري في اليمن دون الرجوع إلى جهاز مفاهيمي على الأقل المحلي القبيلة ما زالت حاضرة المرجعية الفكرية القيمية الموجهة لسلوكات الأفراد المرجعية الدينية ما زالت قوية هل أمكن للصدام أن يدير العراق دون وجود تفاهمات مع القبائل هل كان يمكن للدولة في اليمن أن تستمر وتنشأ مهما كان شكلها دون مفاهمات مع القبائل اليمنية الحوثيون والمذهب وهذه مرجعيات فكرية واجتماعية وانتروبولوجية ودينية كيف نلتجه فقط إلى جيرال ما قدم حيدر سعيد هي مقاربة وجهة نظر نظرة من خلال باراديق معين الحديث حول اليمن والمغرب وتنس من خلال ما كتبه زملائنا في مجتمعات أخرى بصراحة ودون تعجرف هم أقصروا منا نظرا هم أبعدوا من أن يفهمون ما هي لغطنبي النتائج المفاهمية اللي كل ما أخذنا فيه شكرا ربما ليعذرني صديقنا حيدر سعيد ربما كل الأسئلة والمحاضرة الجيدة هي التي تثير الأسئلة طبعا أنا ربما عاد لسرعة 58 أنا أريد أن سلم من خلفي كمؤرخ ألا تعتبر وهنا نتحدث بحث علمي تاريخي إن العنف في العراق نشع مع كربلاء بدأت لعملية القتل والتشفي بالجثة والضحايا بدأت محادث كربلاء حتى أننا من يومين أقرأ تعليق على فيسبوك للدكتور أحمد الكاتب من العراق في بريطانيا يقول ما دخل الحسين في خطف عمال أتراك لأن الذين خطفونهم وحطينهم يا لثارات الحسين عمال أتراك يعملون في شركة نقل أو شركة مقاولات يخطفونهم جماعة ويدفعون شعار الحسين وراهم في التصوير في هذا المشهد القتل والتنكين أنا في اعتقادي أقدم عام 58 في ثقافتنا العربية الإسلامية وأحداث وأنا عشت في لبنان كثيرا وأعرف الواقع وأحياء ذكر عشوراء فيها الكثير من الدم وهنا وهنا مربط الفرص أن تاريخنا بدأ عنفيا منذ أن صف يزيد صف يزيد الحسين ونكل بجثته وبدأت من هنا ظاهرة العنف والانتقام وحضور بعض بعض القيادات أنا أقول هنا ولا أدفع على صدام حسين في عملية إعدامه هو دلالة أخرى الربيع أو غيرهم وهذا أسسا لإعادة العنف من جديد ولم يقلق 58 بدأ من حادث كربلافي في العراق الإشكال الذي استفزني هو استعمال لريني جيرال ريني جيرال نعرف أنه عندما يتحدث عن مفهوم الاستبدال بالتضحية هو في جزء كبير من حديثه يبرأ قيام الدولة الحديثة كيف ذلك من خلال تغاذي عن نقطة أساسية هو الفرق بين العنف القديم والعنف الحديث العنف القديم كان يستهدف انحراف الذات عن الانسجام في الجماعة عن طريق الفسق اتهامها بالفسق أو الظلم أو الطاغوطية أو الردة أو غيرها العنف الحديث يستهدف الذات الوظيفية بمعنى يستهدف الذات في عينها ولا يستهدفها في يعني في مجالاتها يعني يستهدفها وظيفيا وأعطيكم مثلا المفهوم الترانسفير المفهوم الترانسفير الذي يشتغل عليه الباحثون الألمان عندما يصفون الفضاعات التي ارتكبت تجاه الأرمن واليهود في ألمانيا بمعنى أن الدولة الحديثة بالأساس دولة الحديثة هي دولة تقوم على الإبادة الكلية بمعنى كما يقول هيجل لا يختفروا في كل شيء ولكن يختفروا في الدولة يختفروا في أفعال الدولة ويختفروا في أفعال الفاعلين التاريخيين فالإشكال الأساسي كيف نتخلص من الإرث الهيجلي الدموي كيف نتخلص من مفهوم الدولة التي قتلت فلا تحاسب بالإضافة يعني تعليق على مداخل صديقنا يعني فيما يخص الملكيات فيما يخص فيما يخص مفهوم ما بعد السياسة ما بعد السياسة يعني أحيلك على مرجع مهم جدا هو الميشيل ما في الزولي عندما يتحدث عن عودة القبلية الجديدة نحن الآن نعيش قبلية جديدة نحن الآن نعيش مجتمع مدني يتشكل في شكل قبلي جديد ما بعد حداثي ولكن هناك ميليشيات كما قلت إرهابية لكن تلك الميليشيات الإرهابية لا تختلف في التوصيف والهوية عن المجتمع المدني ولكن ربما تختلف في السيمات في السيمات التي التي تلحق بها يعني المجتمع المدني ربما تجده أكثر إنسانية أكثر قابولا بالكونية ولكن المجتمع تقريبا الموازي الميليشيوي والمجتمع ما بعد الدولة هو يعني أقل إيمانا بتلك الأفكار شكرا لك يعني أنا أعتقد يعني لا تزال المقاربة العربية العنفية مقاربة في المهد يعني أنا أعتقد ليست هناك ليس هناك إطار مفهومي عربي لمقاربة ظهرة العنف لذلك أنا أعتقد جزء من الجدل هو بسبب حداثة مقاربتنا لهذه الظاهرة يعني أنا راح أتناول بعض الأشيال أنا أعتقد النقاش كان مهم أولا يعني للأسف أنا لم يتح لي أن أقرأ الورقة كاملة أنا أنا حاولت أن أدرس النمط الإنتاج الميليشيوي في العراق قبل والآن ما كان يحدث الأمثلة التي تذكرها حضرتك هي إحنا نسمي الميليشي كانت تثر كقوة رديفة للدولة وهي عملتها عملها صدام في مطلع الثمارينات أسس شيئا اسمها الجيش الشعبي يعني كان ملحق بالدولة وهذا يعني يبقى يعرف كميليشي الأحزاب كانت اللي سميتها مجموعات العنف كانت تستعمل قوة رديفة لكن الميليشيات التي تثر هنا هي ليست قوة رديفة هي قوة تعوض غياب الدولة يعني وممكن لاحق أن نحكي عن تفاصيل عمثما قبل ثمانية وخمسين دكتور حميد أنا ذاكرة بالتفاصيل لكن هو لم يكن وأنا قلت هنا يعني لم يكن نسقي سيستيماتيك ما كان بهذا الشكل ثمانية وخمسين هي حالة متفردة أنا قلت أنا لم أعتمد فقط على ريني جيرال أنا قلت نحن بحاجة إلى مقاربة متعددة الحقول الانتردسيبليناري يعني وأنا يعني أنا اعتمدت جيرال كتحدي لغلبة المقاربة السياسوية في الثقافة العربية يعني بالنهاية لا أستطيع وأنا ما ريد أذهب بهذا الموضوع بعيد لا نستطيع أن ننكر أن هناك مكونات ثقافية منتجة للعنف يعني لذلك أنا أخذت جيرال كمثل وهذا الموضوع يفتح بشكل آخر لكن أنا الأستاذ بالأخير أنا مهمتي كمثقف عربي هو نقل ذاتي أنا ما أعطل وظيفتي في متابعة العنف وأتحدث عن عنف الولايات المتحدة يعني أنا أعتقد هذه مفارقة القصة يعني المنطقة لم تشهد دولة حديثة فلذلك أنا لا أستطيع أن أقول المنطقة شهدت دولة حديثة تقوم على لبادة جماعية وعندما أدرس حالة العراق بين 21 و 58 قبل الانقلاب كان الأمر مختلف يعني أنا أعتقد الهوس بنقد الغرب أطل وظيفتنا النقدية كمثقفين يعني أنا أنقض عنفي أنقض العنف الذي أنتجه أنا شو مسكي أنقض العنف الذي تنتجه الولايات المتحدة في كتابة 501 في العراق ليست هناك بنية قبائلية وهذا الكلام مبحوظ فيه كثيرا صدام في لحظة من اللحظات يعتمد على البنية القبائلية المجتمع العراقي ليس مجتمعا قبائليا وهذه القضية بحاجة لنقاش نظري وتفصيلي أنا ما أعتقد العنف نشاء مع كربلاء التريش مع كربلاء أخو أروح إلى مقتل الإمام علي سنة 40 هجري أنا لست مع الاستمرارية التاريخية بهذا الشكل يعني فتح التاريخ بهذا الشكل الطويل أنا لا أتفق معاه أنا أعتقد الجماعات هي التي توظف لحظات من التاريخ في صراعات الحالية وأنا كنت شاهد أنا مرة في النجف قتل معلم في الحلة بتفجير انتحاري قام بشخص أردني فكان المشيعون يرددون يخاطبون الإمام علي المشهد ويقولون قم يا علي انظر ماذا يفعل بناء ابن ملجم أنا هذا اللي خلاني أسأل لماذا يعتقد هؤلاء أن هذا الصراع الحالي هو استمرار لصراع عمره 1400 سنة هذا الصراع وصراع يخص توازنات سياسية حالية لا يتعلق بالماضي مطلقا طبعا جاباتي مكثفة أنا أحسف لأنه مضطر خلاص أنا استعملت تعبير ما بعد الحزب ولا ما استعملت تعبير ما بعد السياسة يعني للدقة أنا استعملت ما بعد الدولة وما بعد الحزب يعني أنا قلت على وجه الدقة أنه نشوء هذه المجموعات مرتبطة بنهاية التجربة الحزبية في المنطق وأنا أعتقد هذا بحذاته هو مجال البحث ربما نحن في المركز العربي الآن بصدد إطلاق مشروع لدراسة البنية الحزبية في المنطقة الآن وصلت نحن نعتقد أنه خلص الحزاب الأديولوجية في المنطقة انتهت لكن ما معنى هذا الكيانة الذي يشكل الآن هو اسم حزب ما وظيفة هذا الكيانة الذي يشكل الآن هل نحن باتجاه نمط حزبي على الطريقة الأمريكية التي تتحول أحزاب إلى تنظيمات انتخابية وليس تنظيمات الديولوجية أم هناك وظائف أخرى لهذا الكيانة المسمع آسف على الجابة المكثفة لكن أنا أشكركم على هذا النقاش المعمق شكرا أعتذر بسد عن اللحقة ولكن إذا استخدمنا نموذك جرار فيما هي الأضحية التي تم تضحية بها في مصر فهو كما هو واضح هم أبناء الطاري الإسلامي بشكل عام والإخوان المسلمين بشكل خاص وهذا مذكور في الورقة أنه تم استهدافهم كفاءة مستهدفة من قبل الدولة في أنهم العدو الداخلي الذي يجب محاربته بكافة الأشكال وتم وجميع المطر في المذكورة في الورقة تم توجيهها بشكل أساسي لأبناء الطاري الإسلامي بشكل عام والإخوان المسلمين بشكل خاص شكرا شكرا جزيلا على المداخلات والأسئلة الأستاذ الفاضل عندما يتكلم عن دوافع أخرى للحوثيين نحن حاولنا أن نغطي أغلب الدوافع التي قد تكون مهيمنة أو التي قد تحكم مسار جماعة الحوثيين من خلال توسعهم قد تكون هناك بعض الدوافع الأخرى لكن قد تكون دوافع ثانوية لكن برأي للباحث هنا أن هذه الدوافع قد تشكل الدوافع الأساسية للعنف الذي تمارسه جماعة الحوثي حاليا في العصر الحديث عدم ذكر وذكر عن مسألة التحالفات وعنف التحالفات تقريبا الورقة هنا مركزة للبحث والنقاش العنف الصادر عن جماعة الحوثي وليس عن الجماعات الأخرى أو عن الأحزاب أو عن الكيانات الأخرى فهذا لها شأن آخر ولها ممكن مساق آخر عدم وجود ماذا يفسر عدم وجود مقاومة لجماعة الحوثي أعتقد أن هذا الكلام ليس دقيقا حيث أن الحوثي شهد مقاومة منذ أن بدأ خروجه من صعدة باتجاه دماج ثم كتاف عمران ثم الصنعه التي حصل فيها شيء من اللبس بحيث سطع أن يدخلها بعد حصار لكن بمجرد أن اتجه جنوبا كذلك المقاومة كانت ضارية ومواجهة للحوثي طبعا هناك تداخل السياسي مع الاجتماع هذا بشكل أساسي وأنا هنا ما حالت أن أؤكد عليه وركز عليه في ورقته أن البعد ليس هو البعد الفكري وليس هو البعد السياسي وإنما أيضا كما تفضل أيضا أحد الأخوة السائلين على الجانب القبلي والبنية القبلية بالفعل هناك وهذا ذكرناه عندما تكلمنا على مسألة البيئة والبيئة الحاضنة والتواصليون كالتواصليون فهناك كذلك هذا البعد هو موجود في هذه الجماعة الاستشهاد باليمنيين والعرب أعتقد أن الورقة هناك الكثير من الاستشهادات في هذا الجانب لكن ربما القراءة واجتزاء والاختصار في هذا الجانب لم يتح الفرصة لذكر هذه الأسماء جميعا مسألة هامشية جدا التي ذكرها الأستاذنا في بداية السؤال مسألة الجعفرية وتكفير الصحابة لا يسعني إلا أن أتذكر البيت الشهير وليس يصحف إلى ذهان شيئون إذا أحتاج النهار إلى دليلي لا تحتاج مسألة إلى بحث شكرا جزيلا موسيقى